الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة يوجد عندي في البيت أم زوجي وهي كبيرة في السن ومقعدة ويقوم بتنظيفها من دون ملابس أحيانا خاصة أنها تتنجس وتحتاج لنظافة داخلية فهل يجوز لي أن أتكشف عورتها أن أتكشف عورتها وهل يجوز لأولادها الذكور تنظيفها بستر عورتها المغلظة فقط مع وجود الزوجة كبديل الحمد لله أولاً أسأل الله عز وجل أن يجيك عنها وعنا وعن المسلمين جميعاً خير الجزاء نعم المرأة أنت جزاك الله خيراً رفع الله قدرك شرح الله صدرك غفر الله ذنبك أصلح الله قلبك هدى الله روعك أسأله عز وجل أن يجيك خير الجزاء على ما تبذلينه وتقومين به من بر هذه الأم ومن الإحسان إليها ومن رحمتها في وقت قد تسلط فيه كثير من أزواج الأولاد على أمهات أزواجهم فجزاك الله خيراً فجزاك الله خيراً أيها الأخت الكريمة وجعل كل ما تقدمينه لهذه المرأة الكبيرة المسكينة المقعدة في ميزان حسناتك في ميزان حسناتك وأبشري بالخير واصبري واحتسي بالأجر وبريها وأحسني إليها وتلطفي معها ثم أبشري إن شاء الله عز وجل بعظيم الأجر والثواب من الله عز وجل يا أخت الكريمة المتقرر عند العلماء أن ما كان حراماً لسد الذرائع فإنه يجوز عند الحاجة والمصلحة الراجحة فما حرم سداً للذريعة جاز للحاجة الملحة والمصلحة الراجحة ومما حرمه الشارع علينا أن نكشف عوراتنا فأمرنا الشرع بستر العورات ولا جرم في ذلك والأدلة كتاباً وسنة على ذلك كثيرة جداً قد طرقت وذكرت في غير هذا الموضع فلا يخفى على المسلمي وجوب ستر عورته ولكن هذا الوجوب مبني على عدم الحاجة للكشف فإذا احتاج الإنسان إلى أن يكشف عورته أو احتاج إنسان إلى أن يكشف عورة غيره لحاجة معتبرة شرعاً لحاجة معتبرة شرعاً فيجوز حينئذ أن يكشف منها وأن يرى منها ما ترتفع به هذه الحاجة وتتحقق به هذه المصلحة كما يحصل لبعض النساء إذا أجرينا بعض العمليات التي ليس ثمة نساء يقمن بها وإنما يضطر المريض اضطراراً إلى أن يجريها هذا الطبيب فهذا الطبيب يكشف من العورة في موضع العملية ما تتحقق به المصلحة الراجحة وتنكشف به الحاجة فإذا هذه المرأة المقعدة الكبيرة السن يجب عليها أن تستر عورتها ويجب على من حولها أن يستروها وهذا أمر معلوم وأنتم تقومون به إن شاء الله ولله الحمد ولكن إذا تنجست أو تقدرت أو اتسخت أو ظهرت منها الروائح الكريهة مثلاً لطول العهد لطول العهد بالاغتسال فلا بد حينئذ من أن تفعل يعني ما يزيل ذلك بنفسها ولكنها مقعدة وكبيرة في السن لا تستطيع أن تفعل ذلك فإذن يجوز لمن حولها أن يفعلوا بها ذلك والمرأة بالنسبة للمرأة أخف من الرجل بالنسبة للمرأة فيجوز لك حينئذ أن تكشف من عورتها ومن جسدها ما تتحقق به الحاجة والمصلحة الراجحة فإذا جرتها مثلاً من الثياب ووضعت على محاسمها شيئاً مما يستر عورتها المغلظة ثم يعني غسلتيها وأزلتي ما على جسدها من الأوساخ وغيرها فجزاك الله خيراً فعورتها التي تشاهدينها أو كشفتيها لم تكشفيها هكذا وإنما كشفتيها من باب ماذا؟ من باب الحاجة الملحة والضرورة ومن باب تحقيق المصالح واندفاع المفاسد فإذا لا بأس عليك إن شاء الله في مثل ذلك وإن لم يوجد امرأة تقوم بذلك واحتاج أحد أولادها أن يفعل ذلك فلا بأس حينئذ له أن يفعل ذلك لا حرج عليه في ذلك لأننا نقول إن كشف عورة أمه في هذه الحالة إن كشفه لعورة أمه في هذه الحالة إنما هو من باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد ومن باب الحاجة إلى هذا الكشف وإن استطعتم أن تلبسوها ثوباً رقيقاً بحيث لا يبين شيء من عورتها وتدلكوها بشيء تضعونه على أيديكم كخرقة أو قفاز أو نحوه فهذا أبعد عن الريبة وأبعد عن خلاف أهل العلم في هذه المسألة فإن لم تتمكنوا من تغزيلها وإبعاد النجاسة عنها إلا بكشف شيء من عورتها فلا حرج عليكم في ذلك جزاكم الله خيراً على برها والإحسان إليها والله أعلم اشتركوا في القناة